وفي خبرنا الأخير أعلنت وزارة الموارد البشرية وتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إطلاق حملة أعمال ناجحة وإقامة سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل وتستمر الحملة التوعوية لمدة ثلاثة أشهر بمشاركة عدة جهات حكومية إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة وتستهدف الحملة التعريف بأهم الأحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل وكذلك الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق مخالفية القوانين وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام الفاعل في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفاظا لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن